احنا ادقنا مش حلو بقالوا سنين مع منتخب مصر مع كل المدربين اه طيب المشكلة فين؟ هي المشكلة بصراحة واضحة بس احنا بنحاول يعني ايه؟ نعالجها مرة على مرة عارف انت المسكنات؟ بندي مسكنات بنقول ان شاء الله لعبتنا رجالة وهم لعبتنا رجالة طبعا بنقول ان شاء الله الروح والحماس طبعا الروح والحماس احنا دي ميزة بتميزنا في كل البطلات اللي خدناها على مرة دار تاريخنا بس محتاجين شغل كتير مش قصة مدرب والله محتاجين شغل كتير على مستوى المنظومة وده قلناه وانا بقرره عشان ما يبقاش اول ما نخرج من كاس القومة الافريقية من نهائي او ما نوصلش كاس العالم نقول ان احنا عايزين تغيير في المنظومة بعد كام يوم نبرد ونهدى ونعيد الكارة ونبدأ نلف حولينا في سنة ونرسل المدرب اللي كان وحش طب هو المدرب الوطني احسن ولا المدرب الاجنابي طب خلاص نجيب مدرب اجنابي بعد الكابتن اياب جلال طب لا نجيب مدرب وطني وبعد كام نجيب مدرب اجنابي ونفضل نلف لفة عمين نلفها بقالنا سنين واصل المشكلة ماناش دعوة بيه دوري قوي منتظم مش موجود عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي في رأيي اكبر المشاكل قبل ما خش على مشاكل او مش مشاكل بس ممكن نعتبرها الحجر اللي ما بيخلناش نوصل دايما للي احنا عايزينه في المواجهات الكبيرة وهي المنتخبات وهي المنتخبات عفوا المنتخبات اللي بنواجهها عندهم لعبين محترفين كبار واحنا ما عندناش طيب هم عندهم محترفين كبار ده معناه ايه؟ معناه ان هم عندهم احتكاكات اكبر بكتير من الاحتكاكات بتاعتنا احنا احيانا تغيب عننا او عن لعبينا هذه القوة في الاحتكاكات هم اللي بيلعب في باريس سان جرمان اللي بيلعب في راماديد بيلعب في برشوري اللي بيلعب في الليفر بول اللي بيلعب في موتشور سناديد اللي بيلعب في كل الفرق دي بيلعب في دور انجليزي ولا دور اسباني ولا دور ايطالي ولا دور فرنسي بيلعب مع فرق كبيرة ومستويات كبيرة احنا مهما كان عندنا مواهب وحقيقة عندنا مواهب بس ما عندهاش احتكاكات قواعدة غصبا عن اللعيبة نفسها فانا بقيت اطلع لعارف هلوم مدرب ولا عارف هلوم لعيبة على شكل المستوى أو شكل الأداء ليه؟ شاية الأزمة أزمة كورة منظومة سيبوا يا جماعة اللعيبة تطلع أنا فاكر أن أنا من سألما بدأت الشغناء ديت وقبلي أسدزة وكبار كل الناس بتتكلم عن حاجة واحدة بس سيبوا اللعيبة تطلع تحترف سيبوا اللعيبة تطلع تحترف عايزين أكتر من اللعب في أوروبا عايزين أكتر من اللعب عنده احتاجات كبيرة عشان لا يفيد منتخبنا الوطني عملين نحافظ على لعبتنا في الدول المصري مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والبراميز وفيوتشا وكل الفرق اللي عايزة لعيبه نصدر يا جماعة يقولك لا ما هو التصدير لا ليه بقى؟ احنا كمان بقى نشعرفين نصدر اللعيبة ان الفلوس اللي بقى ندفع على اللعبين في مصر هنا أكتر بكتير من اللي هيخدها في أوروبا ما هو اللعب اللي بياخده عشرين تلاتين مليون جنيه في الموسم لما هيطلع في أوروبا مش هيطلع على طول في ريال مدريد ولا ليفربول ولا مانشستر الونايتد ولا مانشستر سيتي ولا الكلام ده هيطلع على فرقة يعني كده في اليونان فرقة في البرتغال فرقة في تركيا لكن مش هيطلع على فرقة هياخد فيها الفلوس اللي هو بياخدها هنا احنا هنا بياخدوا اللعيبة في مصر هنا تتصور يا مؤمن لعبة اللي بتلعب في الأندية الكبيرة بتاخد عقود أكتر من اللي هيخدوها لو لعبوا في أوروبا فيقول لك لا يا عم خلينا أنا فاضل أنا هنا حلوة أوش يجي روح للنادي يقول له أنا عندي عرض في أوروبا يقول له هتاخد كام يعني مليون دولار هدهم لك يعني بسيطة يا بعدكم مليون دولار في الموسن هدهم لك فاهم فنفضل نلف اللفة دي نيجي بقى نلعب قدام السنغال اللعبة ويا زي ما يقولوا ايه بنص مجهود بيلعبونا سهل يعني واصل اللعب بتاع منتخب مصر مش يضغط عليه زي اللعب اللي بيلعب قدامه في أوروبا والعكس صحيح انت مش عارف تخش تهجمه عشان هو بيختف الكرة منك وواقف ما بيجريش حد ما بيعرقش فدي حكاية في نص الحكايات عندنا لعيبة مهوبة آه عندنا لعيبة مهوبة عندنا لعيبة رجالة آه عندنا لعيبة رجالة عندنا مدير فني محترم دلوقتي والمدير الفني اللي قابليه كان محترم آه كان المدير فني محترم كله سكرهوش وكابتال لعيبة جلالة المدرم محترم محترم جدا هي الأزمة مش في العناصر الأزمة في احتكاكات كتيرة وكبيرة وصعبة شوف كده لعب الأهل والزمالك الفرق اللي بيحتاجك بيها أنا بقولك اللعب الأهل والزمالك شنه هو أكتر لعيبة اللي موجودة في المنتخب وشوف لعب في سنغال ده بيحتاجك بمين موضوع مختلف تماما تماما فإن شاء الله يا رب الأمور تتعدل الفترة الجاية بس خلينا كل شوية نذكر بعض هو الكلام ده على فكرة إطلاقا أنا بالطبعي شخص متفائل وشخص حالم وعندي دايما أمل أن اللي جاي بقى فيه حاجات حلوة عظيمة فأنا بقوله عشان أنا ما نساش وحسراتكم ما تنسوش عشان لو لقد الله حصل أي تعصر تاني ما نرجعش نقول احنا محتاجين تطوير الكرة المسلمين بننسى يعني فيه فترات كده بتعدى علينا ننسى اللي احنا كنا عايزين نطوره أساسا وأول ما نقع تاني نقول عايزين نطور طب يلا تعالوا نطور دلوقتي وإحنا مفيش الحمد لله أي عصرات منتخب إن شاء الله يوصل كاسر الأمور الأفريقية بسهولة في الوسط كده نقعد نطور ونفكر ونقعد مع بعض نقولي إزاي نخلي اللعيبة بتاعتنا تطلع برة طب إيه البينافت اللي أنا ممكن أديها للأندي يعني مثلا هقول لكم مثل فكرة أنا راح أقول للنادي والله إنت لو حضرتك سبت لعيب بتاعك يطلع في أوروبا هزود لك محترف زيادة يعني مثلا إنت هتخلي ثلاث محترفين لكل فريق فأنت لو حضرتك سبت لعب لفريقك يطلع في أوروبا هسيب لك أجنابي كمان لو مش هتطلع لعيبة من عندك توديهم أوروبا يبقى خلاص إنت عندك ثلاث أجانبه بس مثلا أنا بقول مثلا طب اقتراحات دي بتبقى عايزة دراسة وعايزة أفكار وعايزة إيجابيات وسلبيات وأمور كتير بس نقعد نفكر إيه اللي ممكن أديلي الأندية عشان تسمح أنها تسيب لعيبها يطلع في أوروبا وتبقى الأمور أحسن وأفضل وعندنا قاعدة بقول لك كوديفار عندهم 120-130 لعيب في أوروبا المدارب بتاع كوديفار ييجي يختلوا من 120-130-130 لعب احنا اللعيبة المحترفين اللي عندنا بناخدهم لوكشة واحدة كده خمسة ستة كده تعالوا المنتخب تخيل بقى لو عندك تخيل تخيل معايا كده احنا من كم ساعة كنا نتخيل بقى عندنا محمد صلاح فتعالني تخيل يمكن يحصل بقى عندك 120 لعب مصري موجود في أوروبا كم بقى لعب هيبقى فخر مصر كم لعب هيشرفك كم لعب هينفس في بطلات كوبرة كم لعب هي المنتخب هيستفيد منه ويبقى المدارب اللي جاي المنتخب دوت يتحاسف فعلا على قرية لعبين كبار بقى يعني ساعة المانين نقول المدارب انت فشلت اه فشلت انت عندك 120 لعب موجودين في أوروبا وانت مش عايف تختار منهم 23 يقدروا يكسبونك نقدر نحاسبه بقى ساعة لكن هيجي المدارب يعني كابت اللعب جالي ان شاء الله ربنا يوفاوه ويكرمه هيجي لوقت علي اللي هيلعب السنغال والجزائر والمغرب وهيلعب لعبين محترفين ولعبين وأسماء كبيرة هيجي ساعتها يقول طبعا هامل ايه زي ما قالو سكروش هامل ايه يعني انا بحاول واللعابة اللي عندي كويسة اه صحيح بس الاحتكاكات اللي بتلعبها اللعابة اللي قدامهم أكبر بكتير من الاحتكاكات اللي بتلعبوا هم فيها في الدولة المصرية وفي الدولة المحلية عموما ان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا بإذن الله في المواجهة المنتخب الأسيوبي ناخد سلاس نقاط أخرى يخلوا رجلنا في كاس الأمم الأفريقية ونخلي كابتن ايه بجلالي يشتغل بعيد عن أي ضغوطات